المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالعمل العدائي الغادر من قبل الحوثيين الذي استهدف مواقع قوة الواجبة التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأدياتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية لمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل على الرغم من وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن والذي أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة عدد من الجرحة من بين أفراد قوة الواجب جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعرب عن خالص تعازيه ومواساته لجميع منتسبي قوات دفاع البحرين ولعائلات الشهداء الأبطال سائلا الله تعالى يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمنى على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل وفي موضوع منفصل استنكر المجلس إقدام مجموعات متطرفة على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفرات في مدينة لاهاي الهولندية مشددا على ضرورة العمل الجاد والحازم للوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الآثمة والاعتداءات الاستفزازية البغيضة إلى ذلك هنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة أمريكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي مشيدا بما حققته المملكة الشقيقة من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية كما يدان المجلس الاقتحام الآثم للمسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من المتطرفين بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية بما يعد استمرارا للأعمال التصعيدية والاستفزازية لمشاعر المسلمين وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لضحايا الزلزال المدمر في المملكة المغربية الشقيقة وضحايا الفيضانات والسيول في دولة ليبيا الشقيقة وعن تمنياته للمصابين بشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين ترجمة نانسي قنقر شكرا